أوامر وقرارات تصدر بيانات وتعليمات تنشر من طرف رئاسة الجمهورية والحكومة والهدف محاصرة الوباء والسيطرة على بؤرة انتشاره والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين غير أن نسبة من هؤلاء المواطنون أنفسهم من ضربوا بهذه التعليمات عرض الحائط إذ لا تزل بعض دور الحضانة تسر على استئناف نشاطها فيا ترى هل تتابع الوزارات الوصية وتراقب ما يحدث في المؤسسات التابعة لها؟ في الحقيقة احنا تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليمات السيد الوزير الأول تم اتخاذ إجراءات وقائية بموجب تعليمات واجهنها للمؤسسات التابعة للقطاع سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المؤسسات تحت الوصاية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتحسيسية على مستوى هذا المراكز وتكثيف أيضا الدورات بالنسبة للمسؤول على هذه المؤسسات داخل المؤسسات التي تكون تحت تصرفه من أجل الضبط وكذلك تجسيد هذه التعليمات واقعية وزيرة التضامن الوطني وقضايا الأسرة كوثر كريكو ورغم تأكيدها على حرس وزارتها على مراقبة أي خرق لهذه التوصيات إلى أنها دعت من جانب آخر كافة الأطراف إلى تشاطر هذه المسؤولية نحن نقول أنه لا بد أن يكون الوقاية والتحسيس هي مسؤولية الجميع مسؤولية الدولة ومسؤولية أيضا المواطن كذلك جمعية أولياء تنامي جمعيات الأولياء والأطفال فيما يخص كل المؤسسات التي تعنى بالفئات التابعة للقطاع والمحافظة على الصحة العامة للبلاد على هذا الأساس حتى نحن كقطاع وزاري من أجل تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية والصحية كان فيه تنسيق مع الوزارة الصحة صحيح أن الحكومة وهيئاتها المتفرعة عنها تتحمل مسؤولية الحفاظ على الصحة العمومية غير أنه وفي مثل هكذا أزمات وجب على المواطنين أنفسهم المساهمة في تجتيدها بالوعي والحس المدني